لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إلى ضيوف الرحمن والمقبلين إلى حج بيت الله الحرام برنامج مناسك الراغبين يقدم لكم كل ما يهمكم في رحلتكم المعنوية إلى الديار المقدسة مع سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي ستتعرفون على كل مناسك الحج خطوة بخطوة مناسك الراغبين دليل الحاج إلى الديار المقدسة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وآل بيتي الطيبين الطاهرين مشاهدين الأكارم سلام الله عليكم ورحب بكم مجددا في برنامج مناسك الراغبين الذي يتناول مناسك الحج والعمرة ومع ضيفي الدائم سماحت حجة الإسلام والمسلمين السيد قاسم الجلالي سلام عليكم سيدنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا جليل في الحلقة السابقة تكلمنا عن العمل الثالث أو النسك الثالث وهو الوقوف بمستلفة فسيدنا تكلمتم في الوقوف بعرفة وهناك يوجد وقوفا اضطراريا في حال أن الحاج لم يوافق الوقت للوصول والوقوف فهل يوجد فيه مستلفة وقوفا اضطراريا نعم سيدنا تفضل أحسنتم جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين تقدم الحديث عن أعمال الحج التمتعي وقلنا أول أعماله الإحراء وثانيها الوقوف بعرفات وثالثها الوقوف بالمزدلفة والوقوف في المزدلفة يكون بين الطلوعين من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس نعم وقلنا بأن سماحة سيد السستان يشترط أيضا أن يبيت الإنسان برهة من ليلة العيد يعني قبل الوقوف بين الطلوعين هس لو ما أدرك الحاج لا المبيت في المزدلفة لو لم يدرك الحاج المبيت في المزدلفة ولا الوقوف بين الطلوعين تأخرت مرّض مثلا هنا من لم يدرك الوقوف الاختياري وهو في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيانين لعذرين لجهلين أجزأه الوقوف الاضطراري الوقوف الاضطراري هو شنو نعم الوقوف قليلا فيما بين طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد زوال يعني الظهر نعم يعني من طلوع الشمس إلى أذان الظهر يستطيع أن يذهب وين يقف إلى مزدلفة نعم هذا ما قدر تيه ما قدر يقف لا بالليل ولا بين الطلوعين في المزدلفة نعم أو إيجا وين بعد طلوع الشمس يوقف في المزدلفة الوقوف الاضطراري وينطلق إلى ماذا إلى ميناء ولو ترك الوقوف الاضطراري أيضا فسد حجه طبعا فيما يتعلق بالمزدلفة فيما يتعلق بالمزدلفة يبقى نقطة نبينها يستحب جمع حصى الجمار من المزدلفة وإن كان يجوز من كل الحرم يجوز من شنو كل الحرم عدى موضعين عدى المسجد الحرم ومسجد نميرة لأن الحرم مكان واسع منطقة شاسعة مترامية للأطراف لكن ميجوز لأن يجمع حصى طبعا ما يوجد حصى في هذين المكانين لكن يبين الفقهاء كمسألة فقهية نعم أحسنتم سيدنا أحسنتم بعد هذه التقطية الشمولية على العمل الثالث سيدنا ولا يجددين أسئلة فهل لكم أن تتفضلوا في العمل الرابع أحسنتم ننتقل إلى العمل الرابع من أعمال حج التمتع وهو ميناء ميناء وما أدراء كما ميناء ميناء فيها ثلاثة أعمال أولا رميجة مرة العقبة هذا يوم العيد هذا شوفوا تسلسل الأحداث أرجو المشاهد الكريم يلتفت تسلسل الأحداث نبدأ من ثمانية ذي الحجة اللي يسمناه يوم التروية يوم التروية ثمانية ذي الحجة يروح إلى وين إلى عرفات عرفات يبقى بالليل بالليل يبقى إلى أن يصبح صباح يوم الشنو يوم التاسع اللي هو يوم شنو يوم عرفة يوم عرفة نعم طبعا من الليل إلى الزوال هذا شنو هذا الوقت نعم واجب لا لا الواجب شنو نعم الواجب يوم عرفة من زوال الشمس يعني من أذان الظهور إلى شنو إلى الغروب إلى أذان المغرب نعم جيد إذن يوم التاسع في عرفة يوم العاشر وين يوم العاشر وين في صبيحته في صبيحته يكون وين في المزدلفة نعم بعد مزدلفة ينتقل إلى وين ميناء إلى ميناء هذا يا يوم يوم العاشر يعني يوم العيد شنو واجباته يوم العيد الحاج واجباته يوم العيد ثلاث أمور أولا رمي جمرة العقبة العقبة يعني الجمرة الكبيرة اثنين ذبح الهدي ثالثا التقصير أولا يجب على الحاج بعد الوقوف في المزدلفة الإفاضة إلى ميناء لأداء أعمال أعمال ميناء هذه الثلاثة اللي ذكرناها نعم يبتدأ أولا بالجمرة نعم جمرة جمرة العقبة نعم وهي الجمرة الكبيرة طبعا الجمرة اليوم وسعوها وسعوها ارتفاعها صار خمسة وعشرين متر نعم وعرضها صار ثانو عشرين متر التفتت شلو نعم ما شاء الله لذلك هنا السؤال ما حكم من تركه ما حكم من تركه شنو رمي الجمرات يوم العيد عمدا نعم فليلتفت الإخوة والأخوات لأن البعض في الواقع أنا أشوفه الساهل نعم وخصوصا هذا اللي شو يعد ابتلاء في بعض الأمور يترك يترك عمدا بطل حجه إذا ترك رمي جمرة العقبة بطل حجه الآن نبين إذا تسمحونا أخونا العزيز نعم نبين بأنه ماذا يعتبر في الرمي وذلعله سؤال ينقدح في ذهنكم وذهن المشاهدين شمال اللي يعتبر في الرمي أولا يعتبر نية القربة والخلوص الخلوص قلنا ثلاثة أمور تشكل شنو عنوان النية أولا القربة ثانيا الخلوص ثالثا شنو الوجه هذا شنو إلى أي شيء هذا قاعد أرمي أرمي جمرة العقبة قربة خالصة لله تعالى لحج تمتع لحج الإسلام وأرجع أأكد هذا ما يشترط فيه التلفظ لكن لا بس التلفظ هذا المفترض يكون عقد شنو قلبي إذن أولا النية اثنين أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك كما لا يجزئ رمي غير الحصى من الأجسام نعم شنو يعني الأجسام مثل مثل افترض شاف لأسفنج أو شاف لحديد أو شاف لخشب يجوز لا حصى لازم هذا ثلاثة أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد الأخرى مو يمسك له سبع حصيات ووجبه واحدة شنو نعم يرميها لا لازم واحدة 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 أربعة أن تصل الحصى إلى الجمرة فلا يحسب ما لم يوصل رماها وشاف الحصى ذهبت إلى مكان آخر هاي ما تحسب خامسة يجب إعادتها يجب إعادتها خامسة أن يكون وصولها بسبب الرمي فلا يجوز وضعها مثل شيئة يضعها مثلا على شنو على الجمرة لا لا يصير لازم يصدق علي شنو الرمي رمي سادسا أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعل نفسه لا بفعل غيره يعني افترضوا هتشاهد حاط إيده يريد يرمي وإذا به مثلا واحد ضرب إيده بحيث هاي الرمية صارت شنو صارت بفعل الضربة اللي واحدة هاي ما تجزي لازم أن يكون بفعل نفسه سابعا أن يكون الرمي بيده يسأل يمنى ليسرى يسألون واحد يقول أنا يسراوي شنو أقدر ماكو فرق لازم لكن باليد لازم ما يصير به شنو بشيء آخر فلو مثلا مثلا برجلة مثلا يرميها ما يصير ثمانية وقت الرمي شوكت وقت الرمي بين طلوع الشمس وغروبها بين الطلوع والغروب بين الطلوع والغروب يعني بالنهار نعم قول بالنهار نعم لكن النساء الضعفاء ذو الحاجات الخاصة هؤلاء رخص لهم أن يرمون شنو نعم يرمون شنو ليلا لأن قلنا ذولة بالمشعر الحرام ايش وقت يطلعون نعم ايش وقت يطلعون بالليل ما يجب عليهم أن يوقفون إلى شنو في المشعر في المزلفة نعم ما يجب عليهم أن يوقفون إلى ماذا إلى الفجر لا يوقفون الوقوف الاضطراري بالباصات يرحون ليين نعم يرحون إلى مساكنهم سكنهم نعم إلى ميناء ها ونفس مرورهم يمرون بالجمرات يرمون ليلا ليلة الأيد نعم زينان سؤال بعض النساء يقولون يؤثر لنا أن نرمي نهارا الرمي الأول أن نرمي نهارا نحن أدنى ثلاث رميات يعني ثلاث أيام لازم نرمي خليل تفت المشاهد يوم العيد اللي هو يا يوم منذ الحجة عشرة رحم الله والديكم ما حسنت ويوم دعش ويوم شنو 12 يعني عدنا ثلاث مرات لازم شنو يوم العيد لازم نرمي الجمرة العقبة بس جمرة وحدة نعم يوم دعش لازم نرمي شنو نعم ثلاث جمارات نبدأ من الصغرى للوسطى وننتهي بشنو الكبرى هذا يوم دعش يوم 12 نبدأ من الصغرى إلى الوسطى إلى الكبرى زين يوم العيد يجوز للنساء أن يرمينا شوكت نعم ليلا عجيب والله زين الحمد لله وإن كانت فيها الصحة وإن كانت صحيحة وإن كانت تقدر ترمي بالنهار تقول أنا أشوف نفسي أقدر أرمي بالنهار يا أختي الله تبارك وتعالى إن الله يحب أن يعمل برخصه كما يحب أن يعمل بعزائمه العزيمة يعني الواجب الرخصة يعني شنو المستحب الله تبارك وتعالى أنطاكي هذا الاستحباب ليش الصرين على أنه تذهب إلا يوم العيد أنا تشوف نفسي نشيطه لا أنا ما أريد أرمي بالليل ويا النساء ويا الكبار ويا العجزة والبعض هتش يصير بناها أنا أقدر أريد أرمي شو وقت في النهار إن الله يحب أن يعمل نعم برخصه كما يحب أن يعمل بعزامه زين مرافقين النساء شلون قلنا النساء إذن بالليل يجون ليلة العيد يقفون الوقوف الإضطراري وين نعم وين في المزدلفة وبعدين يفيضون إلى وين إلى ميناء إلى ميناء يرمون الجمرات ويرحون وين إلى مساكنهم نعم زين مرافقهم شلون هل يجوز لأن يرمي ليلا هنا في الواقع لا يجوز للمرافق بعض رجال الدين يرافقون النساء يرافقون كبار السين بعض فريق العمل في الحملة من الكادر يرافق الكبار هذا يقدر يرمي ليلا قل إنه إذا بالنهار احتاجه النساء نعم واحتاجه كبار السين بحيث لا يستطيع في النهار شنو قولوا قاية نعم التأدية بلا يستطيع في النهار أن يذهب إلى الجمرات ويرمي ويؤدي نعم فيجوز له شنو البقاء معه أن يرمي ليلا يرمي ليلا نعم بقاء مع النساء يجوز أن يرمي ليلا نعم يبقى مع النساء ويرمي ليل وبالنهار ما يرمي نعم أما إذا لا هو بالليل مصاحب للنساء والنساء بالليل رموا رموا ما ليون يوم ما ليوم العيد ما رموه باليوم رموه شوكت في الليل لأنه رخص لهم هذا بس ليلة العيد ها ليلة العيد استثناء كل الفقهاء قائلين به ليلة العيد بالنسبة للنساء والضعاف وكبار السن يقدرون يرمون شنو في الليل زي المرافقهم شنو يقدر لو ما يقدر نعم نقول حالتيا إذا قدر باشرها اللي هو يا يوم البعدها الهدعش لا يوم العيد يوم العاشر نعم نحن كل كلامنا ليلة العيد ليلة العيد نعم ليلة العيد إجا ويا النساء ويا حجية ات ارمي وهاي ما تقدر ورمالها وخلص فسا وقه هو يرمي لو ما يرمي نقول باشر اللي هو يا يوم يوم العاشر يوم العاشر إذا كان تقدر تجي إلى منا وترمي فلا يجوز لك ولا يصح منك أن ترمي في الليلة أن ترمي ليلة لا لا تقول أنا مرافق النساء وراح أتحب خلص خلي النساء يرمون أرجع للسكن استقر معهم باشر روح بالنهار وين إلى رمي العقل عادة السكن يكون قريب بالعزيزية والعزيزية عشر دقائق عن شنو عن رمي الجمار نعم صحيح؟ نعم فترمي الجمار وترجع نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله نرجع ما تبقى إلى الحلقات المقبلة بإذن الله أحسنتم سيدنا طيب الله أفاسكم وشكرا لكم على هذه المعلومات القيمة كذلك والشكر موصول إلى مشاهدين الأكارم شكرا لكم لحسن المتابعة والاستماع وإلى حلقة جديدة ولقاء جديد مع سماحة السيد قاسم الجلالي نستهدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم